مشاهدين الكرام أهلا بحضراتكم هي مجهود كبير بتقوم بي الدولة المصرية من أجل احتواء الأزمة الفلسطينية وبرزة وسائل إعلام فلسطينية توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم المساعدات العجلة إلى غزة بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على القطاع عنوانة وكالة الأنباء الفلسطينية وفق خبرها بأن السيد الرئيس السيسي بيواجه بإرسال مساعدات إلى قطاع غزة أما وكالة معا فنشرت خبر بعنوان السيسي لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية وبيستعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية بتضم الطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر بتتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الساحة الفلسطينية وشدد على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تدعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة وقال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات له السلساء أن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية القالية حقنا لدماء الشعب الفلسطيني وحماية للمدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وقال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني وأن مصر لا تتخلى عن انتزامتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية كمان أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمل مصر في التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية كما شدد على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى تابع أيضا السيد الرئيس في تصريحاته قال إننا نتواصل مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف وتحقيق تهديئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين وشدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن أمن مصر القومي مسؤوليته الأولى وقال لا تهون ولا تفريد في أمن مصر القومي تحت أي ظرف وأن الشعب المصري يجب أن يكون وعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد دي كل التفاصيل المتعلقة بما يحدث على الأراضي الفلسطينية والمجهود الكبير التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل احتواء الأزمة وكيف تناولت أيضا الصحافة الفلسطينية الموقف المصري من هذه الأزمة وأشكر حضراتكم في نهاية على حسن المتابعة وانتظرونا في تغطيات جديدة من شاشة تلفزيون اليوم السابع وإلى اللقاء